أطلق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استراتيجية تنمية صناعة السيارات وذلك خلال زيارتي للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي كلمة له أوضح رئيس الوزراء أن الهدف الاستراتيجي هو أن يتم تعميق صناعة السيارات داخل مصر وكذا كل صناعة المغذية لها لابد أن يتم توطين صناعة حقيقية للسيارات في مصر وهنا لما بنتكلم على صناعة حقيقية بالفعل فيه صناعات وفيه مصانع بتعمل إنتاج ولكن مش هو ده طموحنا ويمكن هنا رقم مهم جدا أنا يعني بستدعي قدام حضراتكم لينا كلنا كمصريين حجم استراتنا من السيارات العام الماضي بالفعل وصل أو تجاوز الأربعة مليار دولار أمريكي صرفنا من مواردنا الدولارية أربعة مليار دولار عشان حجم السوق بتاعنا النهاردة لم يصل بعد إلى 300 ألف ولكن النهاردة التحدي الكبير فعلا أنه في خلال عشر سنين متوقع مع النمو الاقتصادي اللي بيحصل أن عدد سيارات مصر حيتضاعف يعني معنى كده حبقى محتاج على الأقل لتمانية مليار دولار سنويا عشان أدخل عربيات للسوق المحلي طبعا ده لن يكون يعني مقبولا للدولة المصرية ترجمة نانسي قنقر